موسيقى السلام عليكم في الفيديو بتاع النهاردة نستكمل مع بعض تعلم أساسيات برنامج الأكسل بطريقة بسيطة وسهلة ومن أساسيات برنامج الأكسل الأداء في منتهى الأهمية وهي اسمها سليزر طول والسليزر طول نقدر من خلالها أو أن هي بتحل محل الفيلتر لاستخراج البيانات الموجودة عندنا في الجداول بطريقة مرتبة وسريعة وحنعرف مع بعض إزاي حنطبق الأداء دي على الجدول اللي عندنا فتابعوني وإن شاء الله نستفاد كلنا أول حاجة المثال اللي قدامنا دلوقتي عبارة عن جدول لأسماء الموظفين والآيدي بتاعتهم كل واحد ليه آيدي؟ أهو وإسم الموظف والإدارة اللي هو شغال فيها وعمر الموظف قد ايه؟ والتارجت هل هو حقق التارجت أو لأ وعدد ساعات الأوفورتايم اللي اشتغلها طيب أنا مثلا لو حبيت أعرف إن الإدارة دي فيها كم موظف شغال مش هقعد بقى مثلا أخطار آه والله محمد سالم ده ده من الإدارة دي من تاني دي آيوة إسلام ناجي من تاني مثلا وفاء عمر كده هتاخد مني وقت لا أنا عايز أستخرج أو أفلطر البيانات دي والجدول ده موجود قدامي كده بطريقة سريعة ودقيقة جدا ولا مجهود ولا تعب ولا أخطاء هنعمل إيه أول حاجة هنحدد النطاق بتاع الجدول كده بتاعنا كله بالشكل ده لغاية آخره كده وبعد كده هنضغط على كنترول تي من الكيبورد كنترول تي هنضغط كنترول وبعد دي هحرف التي وإحنا دايسين على كنترول حرف التي نتأكد إن الكيبورد بيكتب إنجليزي كنترول تي بالشكل ده حدد لنا شكل التحديد اختلف وبقى عامل زي الشورط كده وبعدين هنضغط هو طبعا بيقول لك إن النطاق بتاعك الجدول ده اللي انت حددته موافق هتقول له موافق أول ما تضغط موافق بالشكل ده هتظهر لك فوق حاجة اسمها إيه تيبل طولز وتحتيها ديزاين تمام طيب إحنا هنختار بالشكل ده الديزاين أهو الديزاين وفوقيها تيبل طولز في نفس الصفحة اللي احنا وقفين فيها دي في حاجة اسمها سليسر تمام اللي هو انسيرت سليسر هنضغط عليه بالشكل ده حيزهر لنا الرؤوس بتاعة الاعمدة بتاعتنا اسماءها كلها متفرقة احنا مثلا هنختار مثلا النام زي كده ما كله ده مكتوبة عندنا الاي دي الاي دي مكتوبة ايه نيم مكتوب النام اللي هي الادارة مكتوبة اللي هو السن مكتوب التارجت مكتوب مكتوب فحنا هنحدد ايه اللي احنا عايزين وبذلك ممكن نختارهم كلهم دي حاجة ترجعين براحتنا تمام مثلا الادارة العمر التارجت الاوفرطايم مثلا وحنقول اوكي هنلاحز ايه اللي هيحصل بالزبط اه ظهر لنا نوافذ لكل قيمة او لكل اه رأس عمود احنا عاملينه كتبينه باسمه الوحده او بالشكل ده هنوزعهم كده كمبنا بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده بالزبط طيب طيب ايه فايدتها مثلا مسلا هنا عايزين نعرف مين اشتغل مسلا في الاوفرطايم عايزين نعرف مين اللي اشتغل ساعة واحدة بس اوفرطايم الادارة واحد موجود في ادارة ب واحد موجود في ادارة سي طب انا عايز اللي في الادارة سي بس هندغط على السي هنلاحز ان هو جاب لي لاحظوا الجدول بيتغير تمام طيب اللي حقق التارجت ادوس كده اه والله الراجل ده حقق للتارجت ان هي في التارجت دي تمام طيب اللي اشتغل ساعتين اضافي هو واحد بس هم حقق التارجت طيب اللي ما حققش التارجت مفيش يبقى اللي يشغل ساعتين اضافي اللي الواحد ده اللي شغل حقق التارجت تمام طيب عايز اعرف مثلا الموظفين اللي اعمارهم تلاتين. في اللي هم اشتغلوا ايه الاتنين. طيب احنا هنعمل كده. اشتغلوا ساعتين. هنعمل كده. هنلغي ده. اللي هو بتاع الساعة. طيب. وحنشوف ايه اللي عمره تلاتين. والله عندنا موظف عمره تلاتين. في ادارة اللي ادارة طيب. الادارة بيه? فيها اتنين موظفين. الادارة ايه? ما فيهاش حد عمره تلاتين. الادارة دي ما فيهاش برضو حد عمره تلاتين. طبعا احنا بنضغط هنا يعني احنا بنرجعها من الاول. بنلغي الاختيارات بتاعتنا. بالشكل ده. هنلغي هنا. ونلغي هنا. ونلغي هنا. بالشكل. رجع الجدول زي ما كان. طيب. انا عايز اعرف دي طبعا هنا الاسماء بتاعت الموظفين الموجدين عندي كلهم. لو انا وقفت مسلا على عامر جميل بالشكل ده. هيجيلي كل البيانات اللي عليه. الايدي بتاعه? تمام? وهو في ادارة اسمها ايه? تمام? وعمره قد ايه? وهل هو حقق الترجد وقال لا? وكمان عدد ساعات الاوفورتايم اللي اشتغلها. وانا طبعا بكل سهولة مش بدور في الجدول ولا حاجة. لو لغي هنا دي كده. الجدول هو كله كبير. زي ما انتم شايفين كده. لو بده دور فيه حتوه ممكن اتلغبط في حاجات كتير. انما ده طيب. مين الموظفين اللي محققش الترجد? والله انت عندك الموظفين دول ادي واحد اتنين تلاتة اربعة دي خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تسعة موظفين من اللي عندي محققوش الترجد بتاعها. ودي اعمارهم ودي الاماكن اللي هي اللي هما الادارات اللي شغالين فيها ودي اسماءهم وده بتاعهم. تمام? وكل واحد اشتغل كام ساعة اوفر طيب. تمام? طيب. اللي محققش الترجد فعايزة موسم في الادارة سي بس. اضغط كده. او والله انت عندك تلاتة محققوش الترجد في الادارة سي. تمام? لو انا عملنا كلير بالشكل ده للبيانات اللي احنا مختارنا. عشان نرجع من الاول. وهكذا. فهمت وفايدة الاداة دي. الاداة دي مهمة جدا. وبتوفر علينا الوقت والمجهود. وبتفلتر البيانات الموجودة عندنا بكل دقة. نعملها تاني. عشان برضو الناس يعني تاخد بالها. يبقى اول حاجة هنقولها تاني. اول حاجة احنا بنختار النطاق بتاعنا. يعني احنا مسلا ايه? لو رجعنا كده. كده. بنرجع مسلا لخطواتنا من الاول. بنلغي خالص. بالشكل ده. اهو. نغناها. بالشكل ده. هاي. نرجع كمان واحدة. احنا عايزين نعمل سليزر طول. نعملها ازاي? اول حاجة احنا بنحدد. الجدول اللي احنا عايزين نعمل عليه الاداة دي كده بالشكل ده. وبعد كده بنضغط كنترول تي. وبعد كده بنضغط اوكي. بالشكل ده. هتظهر عندنا. فوق حاجة اسمها تيبل طول. وتحتيها ديزاين. هنختار حاجة اسمها انسيرت سليسر. بالشكل ده. هيظهر لنا الهد بتاع كل عمود. العنوان بتاع كل عمود. لو انا طبعا عايز انا مثلا ايه? انا اللي يهمني مثلا ايه? الادارة. وحقق التارجت وعلى الساعة الوفورطيب. مثلا ده اللي يهمني. في واحد يهمه كل البيانات. واعمل اوكي. اهم كلهم ظهرهم. هنقلهم كده وخلهم جنبي. بالشكل ده. تمام? احنا بنعدها. عشان اللي ما. اللي ما فهمش في الاول يفهمها تاني معنا. اهي. هي سهلة جدا. وفي نفس الوقت مفيدة جدا. لو حبينا مثلا نقول مثلا الادارة اللي هي اسمها ايه? انا عندي اربع ادارات. اي بي سي دي. طيب الادارة اللي هي دي دي. مين شغال فيها? او والله انت شغال فيها الموظفين دول. عندك او واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة سبعة موظفين شغالين في في الادارة دي. تمام? طيب اللي حققوا التارجت كم واحد فيهم? والله اللي حقق التارجت اربع موظفين بس. تمام? كويس اوي. طيب اللي اشتغل تلات ساعات اوفورتايم بس فيهم مين? والله هو واحد بس اللي هو اسلام ناجي. وكزا. اه رب تكون استفدتم. طبعا لو انتم عايزين اه تلغوا كل الاختارات دي بدي تتغطوا هنا هو علامة الاكس دي تتغطوا كده. وكده. وبترجعوا الجدول زي ما كان. تمام? زي ما انتم شايفين كده. اه رب تكون استفدتم اه من الفيديو بتاع النهاردة. وهي اداء جميلة جدا. اه هتوفر عين الوقت والجهد. وحتطل علينا النتائج. وفلترة البيانات الموجودة في الجداول بكل دقة وبسرعة. واشوفكم على خير ان شاء الله في درس جديد من تعلم اسيات الاكسل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسيقى